فنبدأ نعمل ايه? نقدم القرابين. طب الشعب مظاهرات في السودان عشان لقمة العيش. مش عشان فلسطين بس. عشان لقمة العيش. يعني الشيعيين واليسار الغلبان مش هيعمل تحسين في الاقتصاد? لأ طول ما معاها عسكر مش هيعمل. يعني اخدها من اخوك. طب والامارات والفلوس. لا الامارات والفلوس دي جاية عشان تبقى محطة. ونروح لليبي عشان نهزم الثورة اللي في ليبيا. ركز. فالنهارده عمر البشير الحكومة توافق على مسؤول الرئيس السابق امام محكمة الجنائية الدولية. صلاة النبي احسن. طب الدول العربية وجامعة الدول العربية ما لهاش كلام? لأ. لان البشير كان اسلامي فنبعاته. لازم نشحنه. او بال ما نشحن السيسي. ما اصبع فيش حاجة بتسكم بالتقادم. ونشحن ولاد الكلب التانيين كل ولاد الكلب الكل العار اللي موجود في العالم ده يتشحن. لازم مجان. مفيش حل. ولو بعد حين. هيما كان كم كانة ويجيبوه. اليهود تنهم وراء الجماعة النازيين لحد اخر واحد جابوه من ارجنتين. جابوه. وحطوه في المحكمة. فالبشير كان معاه ده جاله ده ولا اسمه ايه دونجل ده ولا اسمه ايه حمدتي صح? حمدتي كان اسمه مرتقب اتحط. والبرهان كان شغال معاه في الجيش. طب هيروح لوحده? ولا هو رايح هتسم. ما انتم عد فاهمنا بس اصنا خايف لا يكون يعني ايه. اجيلو جالطة ويرو. لانه مش بقوله هيروح هناك ويسكت. فهيروح هناك ويتكلم. فلو يتكلم هيجيب الناس دي كلها. دي العيال بتوقع دول. موحمدتي كان بيهرب بيودي جنود لليمن. يعني تاجر حرب. يعني تاجر بشر. يعني تاجر رقيق. يعني بتاع مافيا. مش تصح كده ولا انا غلطان يا استاذ. ولا تصنيفه ايه. واحد ماهوش مسؤول في الدولة بيبعد عساكر مرتزقة يحربه في اليمن لصالح دولة تانية. وياخد اتنين تقاط اربعة ملياري بايه. ما حد يفهمنا يا جماعة. هونتوا فعامين ان البشير هيروح لوحده وكده. لا خليكوا حلوية. ما فيش حد بيروح لوحده. في الناس بتجيب بعضيها. زي ما حصل في برازيل والارجنتين والناس بدأت تجيب بعضيها في الارجنتين بعد ما حصلت الثورة والتغيير او التغيير يعني حتى اللي حصل بانقلاب عسكري سياسي يعني. بدأوا يتكلموا عن بعضيهم. الناس اللي كانوا مع مع الدكتاتور الارجنتيني. كان منهم واحد جات له لحظة ضمير وقال يا جماعة ايوة. واعترف على زماته كلهم. صدق? وقال لهم احنا دفنين ناس في المبنى بتاع وزارة الدخل ايه? وهذا ما اتوقعه في مصر. هذا ما اتوقعه في مصر. ان في ناس مدفونة تحت دي. وفي الاستادات وفي حتك كتيرة جدا. لان الدولة دي دولة خبيثة. السلطة خبيثة. سلطة خبيثة فعلا يعني. وكيانها متركب على انه اهانة الناس. ف11 فبراير بالنسبة لي بقى قزمة. مش بقى لحظة انتصار. لان انا 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 اقول هزا الكلام. لانه بيين لك انه ازاي وقعت في ثورة وتضحيات الناس في حجرة. وبعدين حصلت الانتخابات والشعب فاز. بس الشعب لما فاز بقى مقسوم اتنين. تعالوا برايز وتعالى ومجمو ومانجول بتاع مش ايه? تعالوا ايه? نقف ضد مين ضد الرئيس. المنتخب شرعيا. ويجي عفتاح السيس يلعب الدول اللي هو ايه? المعروف. انه انا المنقذ وياخد السلطة من جديد وتمشي الامور بقى ازا على النحو اللي انت شايفه في الوقتي. واللي لا قبل الاحد به الا ان تأتي من الله سبحانه وتعالى. نعترف انه يعني. المسائل دي محتاجة جهد اكتر. شغلة اكتر. اشتركوا في القناة.